ينضم إلينا من بيروت نضال السبع الكاتب والباحث السياسي سيد نضال أهلا بك معنا على شاشة الغد هناك صحف ومسؤولون إسرائيليون كثر يتهمون نتنياهو بإفساد علاقة إسرائيل مع حليفتها الأولى الولايات المتحدة أن يقوم نتنياهو بالتصديق على عملية رفح من دون مراجعة إدارة بايدن أو موافقتها أو حتى قبل عقد الاجتماع الافتراضي الذي أشرنا إليه قبل قليل في الخبر مع الجانب الأمريكي لمناقشة ما سمي بالمقترحات البديلة للقضاء على حماس من دون اجتياح رفح بريا إلى أي درجة هذا سوف يزيد من فساد هذه العلاقة بداية مساء الخير أستاذ نبيل لأكل المشاهدين يعني يبدو واضحا أنا بالنسبة لي بالحد الأدنى أنه يعني ما في خلاف أمريكي إسرائيلي كما يتحدث البعض أو كما يصور لنا البعض نحن شهدنا أنه صحيح أن الولايات المتحدة يعني هي مررت القرار في مجلس الأمن وهي ظهرت أمام المجتمع الدولي أنها لا تريد الحرب ولكن أيضا شهدنا بعد صدور قرار مجلس الأمن مباشرة الإدارة الأمريكية يعني تحدثت بشكل واضح أن هذا القرار بحاجة إلى المفاوضات لتنفيذ مفاعيلي وبالتالي هي أفرغت القرار من مضمونه أيضا هناك خطوة أخرى قامت بها الولايات المتحدة أنها زودت الجيش الإسرائيلي بصواريخ وقنابل دقيقة وقنابل عشوائية بكميات كبيرة جدا وهذا دليل على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل وهي تدعم هذه الحرب بوجه حركة حماس حسب المعلومات التي وصلتني أنه يعني ما في معارضة أمريكية للذهاب نحو رفح ويبدو أن الجيش الإسرائيلي سوف يحكم الحصار على رفح ويفتح يعني خطا آمنا للمدنيين وهذا ما تطالب به الولايات المتحدة وأن يعني يقوم الجيش الإسرائيلي بعمليات نوعية في رفع بهدف القضاء على حركة حماس واستعادة الأسرة فأنا باعتقادي أنه ما في خلاف أمريكي إسرائيلي ونحن نتحدث عن خلاف داخل البيت الواحد ربما يعلو الصراخ داخل هذا البيت ولكن لا يصل بمطلق الأحوال أن يصل يعني أن تصل العلاقة بين الطرفين إلى يعني الخلاف الكبير والخلاف الجوهري لكن إذا ما حصل اشتياح رفح ربما ترى إدارة نظام الولايات المتحدة كل خشيتها من أنه إذا ما نفذت إسرائيل عملية عسكرية مكثفة على رفح سوف تكون هناك خسائر بشرية بالآلاف بالنظر إلى العدد الكبير من المقيمين والنازحين داخل رفح لكن إذا ما حصل هذا الاشتياح ووقعت كل هذه الخسائر هل تعتقد بأن الخلافات سوف تكون أكثر وضوحا بين إسرائيل وواشنطن؟ يعني من أجل ذلك الولايات المتحدة تتحدث مع نتانياهو من أجل فتح خط للمدنيين وبالتالي التقليل من الخسائر المدنية ولكن بالمجمل العام الولايات المتحدة هي إلى جانب هذه العملية بدليل أنها مولت الجيش الإسرائيلي وعطته ما يلزمه من إمكانيات فبالتالي لا أعتقد أن الأمور من الممكن أن تذهب إلى حد الخلاف لكن لا يبدو أن بالأمينة تانياهو يتبع التعليمات أستاذ نيضان أيضا يبدو أن الإدارة الأمريكية من خلال حديثها وحرصها على المدنيين وتمرير القرار في مجلس الأمن وفتح الباب أمام المساعدات والإسقاطات الجوية علينا أن لا ننسى أيضا أن إدارة بايدن تتجه الآن إلى الانتخابات وهي بحاجة إلى هذا الصوت العربي وبالتالي لا تستطيع أن تجاري نتانياهو بكل مشروعه هي عمليا لا تتخلى عن إسرائيل في المبدأ وربما تختلف معنا تانياهو في التكديك ولكن بالمجمل العام الولايات المتحدة منذ سبعة تشرين وحتى هذه اللحظة هي عمليا تقف إلى جانب الحكومة الإسرائيلية وتقف إلى جانب إسرائيل في هذه المعركة رفح هي أقصى نقطة في جنوب القطاع وصل إليها النازحون الحديث عن فتح ممر آمن لخروج أهالي رفح لكن إلى أين؟ إلى الشمال؟ ألا يتنقض هذا مع الموقف الإسرائيلي بعدم السماح بعودة النازحين إلى الشمال؟ شمال القطاع؟ لا يعني منذ اللحظة الأولى وخلال كل الجولات التفاوضية كان الوفد الإسرائيلي يطرح أمرا واضحا نحن نقبل بخروج الأطفال والنساء إلى شمال قطاع غزة والإسرائيل تتحفظ على خروج الرجال وخاصة أولئك الذين في سن القتال وبالتالي يبدو واضحا أن إسرائيل تخير حركة حماس وتطاعها أمام أمرين إما أن تذهب إلى هدنة عسكرية لمدة أربعين يوم وبالتالي يتم إفراغ رفح من النساء والأطفال والإبقاء على الرجال على أن يعود الجيش الإسرائيلي وينفذ العملية العسكرية في رفح وإما عمليا أن تفشل هذه المفاوضات وأن تذهب الحكومة الإسرائيلية وأن تعطي الأوامر للجيش الإسرائيلي من أجل اقتحام رفح بمرحلة ما بعد انتهاء الأعياد وبأقصى حد مع نهاية شهر أربعة بداية شهر خمسة وبالتالي لا يوجد أنصاف حلول داخل الحكومة الإسرائيلية من أجل ذلك أنا أتوقع أن حتى الهدنة التي يتحدث عنها نتنياهو أو المفاوضات التي تشري سواء في القاهرة أو في الدوحة لن تصل إلى أي مكان عمليا لأن الصقف الإسرائيلي مرتفع جدا ويبدو واضحا أن الحكومة الإسرائيلية ويبدو واضحا أن نتنياهو أولا يريد أن يظهر بصورة رابين الذي يعني بمنطوقهم ووجهة نظرهم أنه حرر الضفة الغربية واحتل القدس وحرر الجولان واحتل سيناء واحتل قطاع غزة بالتالي يريد اليوم نتنياهو أن يظهر بصورة رابين وأن يظهر بصورة بنغوريون الذي أسس هذه الدولة وأن يقول للمجتمع الإسرائيلي أنا الذي خلصتكم من حماس رابين الذي كان يتمنى سقوط قطاع غزة في البحر أنا الذي غيرت وجه الشرق الأوسط أنا الذي غيرت وجه قطاع غزة أنا الذي قدت حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وكل العالم كان يتفرج وذلك بفضل الدبلوماسية الإسرائيلية التي قدتها طبعا في حال أن نتنياهو ذهب إلى هذه المعركة وحقق هذه الانتصارات أو تمكن من استعادة الأسرة والقضاء على حركة حماس في رفح طبعا هذا الأمر سوف يؤدي إلى ارتفاع شعبيته داخل المجتمع الإسرائيلي وهذا الأمر سوف يدفعه إلى تجديد العمليات في جنوب لبنان وربما توصيع العمليات العسكرية في جنوب لبنان ضمن نطاق جغرافي واسع إن حصل وقام الاحتلال فعلا سيد نيضال بالسماح بخروج النساء والأطفال من رفح وأخر بقى الرجال من أعمار معينة في رفح يعني هذا أمر لا يبدو بأنه يبشر بخير يمكن أن تحصل كارثة أو مجدرة باستهداف كل هؤلاء الرجال داخل رفح نعم نحن أنا باعتقادي أنه شوف نحن علينا أن نتذكر جيدا أنه بـ 27 كان واضحا أنه نتنياهو حينما أطلق هذا التصريح تتجه إسرائيل إلى تغيير وجه الشرق الأوسط وهو للأسف الشديد تمكن من تغيير وجه قطاع غزي من منا كان يعتقد أن الجيش الإسرائيلي سوف يدخل إلى قطاع غزي من منا كان يعتقد أن العالم سوف يسكت على يعني مجزرة 32-33 ألف فلسطيني من منا كان يعتقد أن هذه المعركة سوف تستمر لـ 177 يوما من منا كان يعتقد أن عمليا الجيش الإسرائيلي يعني يقترف هذه المجازر أمام العلم وأمام الإعلام ولا يلو أي بالا من ذلك انظر ماذا حدث في مشفى الشفاء عمليا اليوم بكل الحروب دائما الجيوش تعمل على طمس معالم الجريمة ولكن يبدو واضحا أن الإسرائيلي لديه طفويت دولي وبالتالي هو لا يسأل عن كل هذه الضحايا وهو ذهب وارتكب منذ 177 يوما مجزرة كان من نتيجاتها مقتل 133 ألف فلسطيني وربما نصل إلى نفس هذا العدد في رفاح وربما أيضا في اليوم التالي لانتهاء المعارك العسكرية في قطاع غزة ربما بعد إزالة الأنقاض نجد نفس الأرقام موجودة تحت الأنقاض وبالتالي يبدو واضحا أن نتنياه لديه أولا تصريح واضح من الولايات المتحدة بأن يفعل ما يشاء وما يريد في قطاع غزة وأنا أخشى ما أخشاه بعد أن يستكمل مشروعه في قطاع غزة أن يتحول إلى جنوب لبنان اليوم جنوب لبنان وهناك تعتيم إعلامي كبير بما يحدث في القرى الجنوبية خاصة عمليا القرى الجنوبية اللبنانية المحازة للشريط الحدودي تحول وضعها مثل قطاع غزة طب ما الذي يمنع نتنياه والجيش الإسرائيلي أن يستمر في المعركة في لبنان حتى الانتخابات الأمريكية وأن يوسع من نطاق العمليات يبدو أن نتنياه وقادة الجيش الإسرائيلي واضحين حين يقولوا أننا عمليا سوف نتابع سوف نلاحق حزب الله في بيروت وفي النبطية وفي بعلبك وفي دمش وفي أي مكان وأبعد من ذلك الكلام الإسرائيلي والتصريح الإسرائيلي يبدو واضحا أنا باعتقادي الشخصي أنه ما في حل أمامنا وأمام العرب حقيقة وأمامنا نحن كفلسطينيين إلا طرق أبواب العرب وخاصة المملكة العربية السعودية الإمارات قطر مصر وأن تبادر هذه الدول إلى فتح حوار مع الولايات المتحدة وأن تضغط باتجاه وقف العدوان الإسرائيلي في حال أن هذا الأمر لم يحدث أو في حال أن هذه الضغوط لم تنفع أنا باعتقادي الشخصي أن الإسرائيليين يتجهون إلى الاستمرار في هذه العملية وهم سوف يذهبون إلى اختحام مدينة رفح وسوف نرى العديد من المجازر في رفح وسوف يتمكن نتنياهو من تحرير الأسرة والقضاء على حماس لكن سيد نيضال ماذا عن ضغوط المجتمع الدولي سيد نيضال ماذا عن ضغوط المجتمع الدولي قرار وقفة لاق النار الصادر على مجلس الأمن أين كان هذا المجتمع الدولي منذ ستة أشهر؟ قرار مجلس الأمن بوقفة لاق النار حتى وإن كان غير ملزم مثل ما قالت واشنطن لكن أليجب أن يكون لهم مفعول لا يمكن أن يكون الوضع في قطاع غزة قبل القرار مثله مثل بعد القرار أين القرار 242؟ أين مفعول هذا القرار؟ أين مفعول القرار 238؟ أين مفعول القرار 194 الذي يتحدث عن عودة اللاجئين؟ أين مفعول القرار 181 الذي ينص على تقصيم فلسطين إلى دولتين دولة يهودية ودولة فلسطينية؟ هل أحد يتحدث عن هذا القرار؟ هذا القرار يعني اليوم إسرائيل تحتفل سنويا بذكرى الاستقلال الذي هو يوم موعد التصويت على هذا القرار الذي هو رأمه 181 هذا القرار عمليا نص على إقامة دولة يهودية في فلسطين التاريخي ونص أيضا على إقامة دولة فلسطينية طيب أين المجتمع الدولي من هكذا قرارات عمرها 70 عاما؟ أنا باعتقادي شخصي أنه القرار الأخير أولا يعني لم يحمل خرط الطريق تنفيذية لإيجاد الحل الواضح والصريح داخل قطاع غزة عمليا يعني هذا الحل تحدث بالعموميات يعني تحدث عن وقف إطلاق النار خلال فترة رمضان لم يحدد التاريخ إذا انتبهت طيب اليوم نحن على مشارف رمضان يعني سوف ينتهي رمضان وسوف ندخل بالأعيات وحتى الآن هذا القرار يعني عمليا لم ينفس اثنين الإسرائيليين صحيح أنهم أرسلوا وفودا تفاوضية سواء إلى مصر أو إلى الدوحة ولكن يبدو واضحا أن هذه الوفود هي عبارة عن إبرة بنج للمجتمع الإسرائيلي نتنياهو يقول للإسرائيليين أنا أفاوض في القاهرة وربما نصل إلى صفقة ولكن حقيقة الأمر من يتابع المسار الإسرائيلي التفاوضي يكتشف أن نتنياهو غير معنى بالمفاوضات وهو ماضم باتجاه تنفيذ مشروعه الأمني والعسكري في قطاع غسل شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة